بحضور عدد من أعضاء المجالس البلدية والاجتماعية وأبعض النخب السياسية ورجال الأعمال وبعض المتخصصين في مجال العلوم الاقتصادية داخل بلدية أوبهري عقيدت ندوة علمية لمناقشة العديد من البنود كان من أهمها القيم الأساسية التي ترتكز عليها حقوق الإنسان الاجتماعية ومن يعيد الحقوق المسلوبة في الجنوب حاولنا أن نوصل الصورة للمجتمع أن الحقوق المسلوبة دائما تكون هي الفئة أو هي النقطة المخفية لأغلب الناس أو لأغلب المواطنين خاصة فيما يتعلق بالموارد الأساسية الخاصة بالحقوق الاقتصادية طرحنا عدة موارد ممكن أن نستفيد منها المجتمع والدولة عامة هذه الموارد قد تكون لم تستثمرها الدولة في الصورة الصحيحة لتعطي نتائج إيجابية في الاقتصاد ممكن لظروف أمنية فنحن صلتنا الضوء على هذه الموارد لنلفت انتباه الدولة أن الدولة التي هي غنية بالموارد تقدر أن تعيد انتعاش اقتصادها من جديد بغض النظر عن موارد النفط والموارد الأساسي الحاضرون شددوا في ختم الندوة على ضرورة تفعيل مؤسسات القضاء بجميع فروعها لإمكانية فرض سلطة القانون وعودة هيبة الدولة لضمان عودة جميع الحقوق المسلوبة لمستحقها والقضاء على الفساد المستشري في أجهزة الدولة الخدمية والاقتصادية على حد سوى اشتركوا في القناة